السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى انه هاد الفيديو يلقاكم انتم في احسن الاحوال احسن شارك معاكم تحلية بالليمون لعشاق الليمون هاد تحلية جي اكتر من رائعة جي بطبقة مقرمشة ميناء التحت وطيبة ميناء الفوق منعشة بزاف وسهلة التحضير بمقادر جد بسيطة بقوا معايا لتتعرفوا على مقادر وطريقة التحضير اذا اول مرة تزوروا القناة متنساوش تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ومتنساوش تاني تابعوني على الانستagram حراح حن حاطلكم الانستagram تعي في صندوق الوصف جميلات يأتي بطريقة الثماندة اليوم سأناك السبب سوف أتواجكه ا دمينا سوف تتقدم سوف نبدأ حلوث نحتاج 100 جم من الفارين والماء نحتاجون كذلك 1 ججم غرف كبار من السكر غلاصي مياو عشرين غرام منا المارغارين بدرجة حرارة المطبخ قرصة منا الملح ونصف مارف صغيرة من خميرة الكيميائية وهو ما يعدل سبع غرام اي نسف كيس اول حاجة رحا نبدأ بها رحا نخلط المواد الجفة في مابات pour la pâte on aura besoin de 300 غ de farine, 120 غ de margarine à température ambiante une petite pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre glace et 1,5 cuillère à café de poudre à pâte ou de levure chimique c'est l'équivalent de 7 g dans un récipient j'ai mis tous les ingrédients secs et je vais bien mélanger le tout ensemble حتى نتحسلو على عجينة موتا جاني سا ميت لعجينة السابلة maintenant je vais ajouter ma margarine et je vais essayer de bien mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une pâte homogène جميعا اقوم بحث قامت بجميعا اقدم بهاتي وارده حتى اقوم بحث جميعا اقوم بجميعا ادخلت ادخال اثنان أطلع في مال 20 سنتيمتر اضع الزبدة وفي جهة نحضر الطبقة الثانية عنده هنا يا قشور حبة من الليمون جوج مغارف كبار من الفارينة جوج حبات كبار من البيض ست مغارف كبار من السكر الخاشن عصير تلت حبات من الليمون و جوج مغارف كبار من الكريمة الطازجة 35% من المادة الدسمة يوجد خلات خلات مكسي ولمو Imagorian ذا مغارف كبار تكبر من الكريمة ذا أناس очень ا counting هناك اذا فرمك علي المگippور مع الليمون والفارينة خلطهم هكذا يشوية بالخلاط اليدوي وكاريحا نضيف السوائل عصير الليمون والكريمة الطازية ونضيف البايد ونخلط الكل جيدا Dans un récipient j'ai mélangé le sucre, la farine et le zest d'un citron à l'aide de m'en fouet ensuite j'ai ajouté le jus de citron la crème liquide et maintenant je vais ajouter 2 œufs et je vais bien mélanger le tout à l'aide de m'en fouet في المدة الطهي التابقة الأولى سوف تخذكم من 25 إلى 30 دقيقة ولا حتى تخذكم هذا اللون الدهبي concernant le temps de cuisson de la première couche elle va vous prendre environ 25 à 30 minutes de cuisson ou jusqu'à ce qu'elle prenne une belle couleur dorée Shea s'oxonee, raycha de foe d'aille ha accents éIha s'hoonee, raycha a n'af твор ze r exterior d'éIdkhovanda va être très courant du pavière sur le fereur dans le fereur être excellent pour expliquer 白 che il bouge وش 체بيه صباح مول عاما على الصباح ربع بلاريس في مابر ب نبيعة لديك بسة الغديب و BSI لديك بسرور ح jumلوز السيطرة إلى 300 رغم لربعة مهمة إستقع ثقاة ثقاة إذا فقحت طوح السورة أتاكد ثقوت الجديدة ثم أتاكد الغده في الصوغة حدا تعطي Nay أدقيه إذا سوف أتاكد كثيرا تتكيد مع ديكرة قطر أم بأسطار تفوزا بلو ايج بوزا على بخوشن ان شاء الله فيك دو نوفال غساتي دو نوفال فيديو سلام هنا تحليه التاعي بعد ما طابت يعني كما قلت لكم هذيك الطبقة الثانية تخليوها حتى تشت في روحها تاخد لكم واحد ثلاثين دقيقة من الطيب خليتها تبرد على جنب وبعد دخلتها لتلاجة تخليوها هكدك مدة 4 ساعات على الاقل هنايا رح نزينها بالسكر غلاسي ونقطعها الى مربعات نتمنى ان الوصفة نالت اعجابكم ورحين تجربوها وتنشعو فيها ونقلكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات وفيديوهات جديدة سلام موسيقى 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 اشتركوا في القناة